معانا الحاجة حميدة من الجيزة هلو سلام عليكم عليكم السلام عليكم ازايك يا سيدنا الشيخ نعم وفضل كل عام حضرتك بخير الله يبالك في حضرتك يا رب الله يخليك بقى بسأل حضرتك عن بس زوجي متوفي احتسبه عند الله شهيد لانه كان مريض كورونا يا رب طب بس الحياة طبعا حضرتك كانت شد وجذب وكان بيبقى فيه الزعل خصام يعني ازاي سغفر زنوب انا بكاه زوجي وانا بعمل كل حاجة بعمل صدقات وبعمل كل بس طبعا الحياة بقى وكانت مشاكلها وكان بيبقى خصام فانا حاسة بزنوب جمدة يعني فاكفر عن عن الزنوب دي زي زنوب عادية يعني زنوب حياة حياتية يعني بص عاديك بص استاذ الحميدة لازم نعرف حاجة مهمة جدا ايه وعي ايه وعي الوجع على الفقد يسحب فيجيب لك وسوس ما تعمليش كده وعشان تعملي وعشان يبقى فيه الفاصل ما بين الوجع والوسوس تعملي ثلاث حاجات اول حاجة ان انت تحول العلاقة اللي كانت بين حضرك وبين زوجك الى علاقة مستمر ازاي بقى ما تعملي عبادة ولا تعملي طاعة ولا تعملي اي حاجة الا وتقولي اللهم هب مثل ثواب طاعتي او مثل ثواب صلاتي او مثل ثواب صدقتي لزوجي فإن اللي حاصل يبقى انت وكأنك انت بتعملي ايه بتقدمي له هدية والهدية ديت ان شاء الله تدخل السرور عليه ان شاء الله على روحه والطاهرة المباركة امر التاني ان انت خليكي طول الوقت بتزودي في الطاعات ما تعوديش تفكري في الاثام لان التفكير في الاثام ليس من عادة من يتعامل مع الكرام نحن نتعامل مع الكريم فالتفكير عن الاثام واكترار الاثام وانا ساعتها قلت له ايه اصلا انا عارف ده ممكن يجر الى ايه طب هو كانت وجع ده شكله كشر اه وسواس با معده وسواس والعايز بالله مهلكة والزيك انت لازم تتوقفي عن ده وتحسني ظنك في الله سبحانه وتعالى بانه قد غفر لك ده وانت يقولي دلوقتي ورايا تبتوا الى الله وعزمتوا على ان استمر في طاعتك يا مولانا وانت على ما اقول شهيد وخلاص يبقى احنا تبنى عن ده خلاص تبنى عن ده توبة النصوحة الحاجة التالتة حاول تصلي على حضرة النبي كثيرا لان الصلاة على حضرة النبي تبرد القلوب وانت بتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكري ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا سلوى في انتقال احبابنا الى الرفيق الاول الى الرفيق الاعلى كما انتقل هو صلى الله عليه وسلم فده يسل خاطرك ويطيب خاطرك بقى الثلاث حاجات دي اول حاجة تهبي مثل سوابي ما تفعلين من طاعات لزوجك تاني حاجة تتوبي وخلاص وانتهينا من كل والتوبة تتجوب بما قبلها حاجة التالتة تكسر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استاذة سمية من الجيزة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازا حضرتك يا شيف نعم وفضل الحمد لله الحمد لله لا سمعت الشيخان عازة بس رقم حضرتك لان في حاجة ضرورية مش هينفع اتكلم فيها مباشرة عازة رقم حضرتك معا اتشرف اتشرف ايد الرقم لحضرتك استاذة ضوحة تتفضل ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فيه سوالين عاجة أسألهم بس لحبكك سمح متفضل يا فانت السؤال الظلم أنا الظلم أنا بغدم ناس يا مقاوة بعمل معهم خير يا مقاوة قاوي ويغرر الخير ده بشار بيتقلبوا علي بيقابلوا حاجات واشواء عابلوا بينه وبين الناس بيقابلوا يا كرام وحش وأنا وطا معهم وطا جامدة قاوي وعملتوا معهم خير جامد محدش يعملوا طيب إيه السؤال الثاني طيب أنا أجاوب حضرتك على السؤالين السؤال الأولان يا حضرك بتقولي أن أنت بتعملي خير كتير مع الناس والناس بتقولك شر وانت شايفة أن ده ظلم هم اللي ظلموا نفسهم لكن أنت يجب أن أنت ما تحسيش بالظلم أنت عملت الخير دوت وخلاص وكتب لك طاعة وكتب لك نور وكتب لك بركة ما تفكريش فيهم ما تفكريش فيهم لأن أنت لو فكرت فيهم هتبتدي يتراجع فيك الخير ولما يتراجع فيك الخير إيه اللي حاصل تفقدي هذه القيمة تفقدي هذا الباب الواسع اللي بيوصلك للدخول على مولاك سبحانه وتعالى فأنت استمر في فعل الخير وجدت أن الشخص ده بيئزيكي أو بيضرك دررا لا تستطيع أن أنت تتحمليه تجنبيه بس إياك تترك الخير استمر في فعل الخير وهو مش لازم الواحد يروح يفعل الخير وهو ظنه أن الفعل الخير ده في الشخص ده لازم يغيره إذا كان هو مش قادر خلاص لكن في ناس في نور في قلوبهم في قوة في قلوبهم ويستمروا لغاية ما يشوفوا بعينهم ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وري حميم بيستمروا لغاية ما يشوفوا الشخص ده والتحول قلبه إلى الإحسان إليه ده السؤال الأولان وعشان كده الإنسان صاحب الخلق مش هو اللي بيعمل الناس بحسن الخلق لما يعملوه بحسن الخلق حسن الخلق وأن تتعمل بحسن الخلق دائما سواء أحسن الناس إليك أو أساء الأمر الثاني الأحلام الحسنة دي الأحلام الحسنة دي بشرة وكفاية أن ربنا سبحانه وتعالى فرح قلبك إنما ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر ما في أحلامك لأن الله سبحانه وتعالى عطائه أوسع بكتير من كل ما يرد على خيالنا ودائما أقول عطاء الله جماله أعلى مما يخطر على بالك يبقى جمال ما يعطينا الله إياه أعلى مما يخطر على بنا بس إحنا نعرف إن العطاء دا جاي من مين من الكريم من الودود من اللطيف من الغني كل دا يخلينا نعرف إن اللي ربنا بيدهن دا واسع بس إحنا محتاجين إن احنا نجل بصائرنا عشان نرى وسعه